مرحبا وضحياتي للجميع فعل التفلسف الذي بدأ بالحيرة وبالدهشة وبعملية طرح الأسئلة وطبعا محاولة الإجابة عليها لنقل غدا بعد ذلك طريقة منظمة وممنهجة في التفكير طريقة قائمة على منهج واضح ومحدد وهكذا أصبح الفكر الفلسفي يشير إلى طريقة في التفكير الحر والنقدي هذا التفكير الذي يتسم بالموضوعية بالشمول بالمنطق وبالعمق يعني أيا كان الموضوع ومؤسس الفلسفة الغربية الحديثة طبعا الفرنسي الكبير ريني دي كارت واقعا هو من أبرز واضعي المناهج الفلسفية أقله في التاريخ الحديث فقد كان دي كارت على قناعة تامة على قناعة كاملة بأن الفلسفة بوصفها عملية تفكير تحتاج إلى منهج أو تحتاج إلى صياغة منهج منهج دقيق منهج محدد منهج مثمر للبحث ولذلك نرى دي كارت يفتتح كتاب المقالة برفض كل طرق التفكير السابقة خاصة خاصة تلك التي سادت في فترة القرون الوسطى في أوروبا ليعلم بالمقابل بأن ملكة الحس السليم أي العقل قال بأن العقل هو أعدى للأشياء قسمة بين الناس قال بشكل أو بآخر بأن العقل هو أعدى للأشياء قسمة بين الناس بمعنى أن العقل موزع بالتساوي على كل البشر وبالتالي فالجميع يمتلك قدرات عقلية متساوية لكن طبعا دي كارت عادى واستدرك بعد ذلك موضحا أن مسألة امتلاك القدرات العقلية بالتساوي هذا أمر لا يكفي لأن الأهم هو طريقة استخدام هذه القدرات بشكل صحيح بشكل منتج يوصل في النهاية إلى العلم وإلى المعرفة وهذا هو إن أردتم دور المنهج هذا هو دور المنهج فإذا كانت القدرات العقلية متساوية وهي الأساس لوجود عملية التفكير فالأهم برعي دي كارت هو طريقة استخدام هذه القدرات وهذا هو الأساس لفكرة المنهج طيب المنهج بحسب التعريفات الموجودة في المعاجم هذه التعريفات المختلفة والتي في نهاية المطاف تصب في نفس المعنى فالمنهج بحسب التعريف يشير إلى مثلا إلى طريقة في الوصول إلى هدف أو إلى غاية أو إلى غرض ما أو بتعريف آخر فالمنهج هو طريقة محددة في تنظيم أو إدارة نشاط ما وإن أردتم بتعريف ثالث فالمنهج هو مجموعة العمليات أو مجموعة العمليات الذهنية التي يحاول من خلالها علم بلوغ حقائق معينة أو حقائق مستهدفة طبعا ما إمكانية تفسيرها والتأكد منها هذا هو تعريف المنهج أو إن أردتم لنأخذ تعريف ديكارد الذي قدمه في هذا الكتاب في كتاب المقالة فيعرف ديكارد المنهج قائلا إن المنهج هو مجموعة القواعد التي توجه العقل والتي تكفل لمن يراعيها بدقة أن لا يتوهم الصدق فيما هو خطأ وأن لا يبدد مجهوداته الفكرية دون ما هدف بل المنهج سيزيد من معرفته تدريجيا حتى يبلغ المعرفة الحقيقية في كل ما يمكن معرفته ومن ثم طبعا يحدد ديكارد في الكتاب مجموعة القواعد التي تشكل المنهج وأهمها كما هو معروف البداهة التقسيم التركيب والاستقراء مع لاحظ أن ريني ديكارد واقعا عادة ونشر من مثل ورقة علمية كانت بعنوان قواعد لتوجيه العقل وضمنها هذه المرة 21 قاعدة طبعا تكون المنهج الديكاردي بشكل كامل وطبعا لا مجال للتفصيل بها الآن فإذا المنهج هو وسيلة الباحث أو المفكر أو العالم هذه الوسيلة التي تعينه للوصول إلى أهدافه وإلى المعرفة بمعنى أن المنهج كما رأينا هو مجموعة الخطوات والعمليات ومجموعة الإجراءات المنطقية والتنفيذية طبعا التي يتبعها الباحث أو المفكر ليتمكن في النهاية من الوصول إلى الغاية التي طبعا وضعها قبل مثلا شروعه في بحثه لكن أيضا علينا الانتباه هنا فقد يفهم البعض أو قد يعتقد البعض بأن المنهج هو من مثل تعويذة سحرية ما أو طريقة أو وصفة سحرية ما يعني يكفي أن نعمل بها للوصول فعلا إلى الغاية المرجوة مثلا أو إلى الهدف المنشود أو إلى معرفة صحيحة لا المنهج ليس وصفة سحرية يعني لو كان الأمر كذلك طيب لبيع المنهج في المكتبات في الصيدويات حتى في السوبرماركت مثلا ولذهب كل إنسان وابتع منهج واتبع الخطوات الموجودة فيه ووصل إلى المعرفة وأصبح عالم أو فيلسوف أو مفكر إلى آخر لا المنهج هو مجرد دليل مجموعة قواعد يعني خطة عمل إن أردت المنهج هو قواعد موجهة قواعد موجهة لا أكثر ولا أقل في حين أن الاكتشاف والإبداع طبعا وصنع المعرفة والوصول إلى المعرفة فهذه مهمات تقع على عاطق الباحث على خبرته، على ذكائه، على قدرته، على مقدرته، على التقاط إشارات معينة، قدرته على النظر إلى أشياء وأمور وتفاصيل قد لا يهتم بها أحد وهكذا في المنهج ليس وصفة سحرية وإنما مجموعة قواعد موجهة للباحث، لعقل الباحث، أو المفكر، أو العالم، الذي هو في نهاية الأمر يعني كما يقال قطب الرحة في مجمل عملية البحث أيضا يوضح لنا ديكارت في كتاب المقالة أن لا بحث مثمر من دون منهج واضح ومحدد وإلا من يعمل أو يقوم بالأبحاث الفكرية أو الفلسفية من دون منهج فالأمر كما يرى ديكارت سيكون أشبه بفوضى فكرية عقيمة وهذا يعني بأن النشاط والجهد الفكري المنظم أو النشاط والجهد الفكري بشكل عام واقعا ليس خبط عشواء يعني لا يجري مصادفة أو بطريقة عشوائية أو فوضوية لا بل هو تطبيق لمنهج تطبيق لتفكير من نوع معين طبعا يتحقق في سلسلة خطوات تفضي في نهاية الأمر إلى نتيجة نهائية أو إلى معرفة أو إلى مثلا حكم نهائ ما في مخص قضية معينة أو موضوع معين أو بحث معين ويضرب ديكارت مثال جميل جدا في كتاب المقالة طبعا يوضح الفرق بين الباحث الذي يسترشد بمنهج معينة أو بمنهج محدد وبين باحث آخر لا لا يرى حاجة للمنهج أو لا يعمل من ضمن منهج وعضح فيقول ديكارت بكلماته إن من لا يستخدم المنهج يشبه ذلك الذي لا يجد طريقا للثروة غير أن يقضي كل الوقت منتظرا أن يجدها وقد سقطت من متاع عابر سبيل إن من لا يستخدم المنهج يشبه ذلك الذي لا يجد طريقا للثروة غير أن يقضي كل الوقت منتظرا أن يجدها وقد سقطت من متاع عابر سبيل طيب بناء عليه وبالخلاصة كي لا نطيل فيقرر ديكارت أن لا علم صحيح ولا معرفة صحيحة من دون منهج علمي واضح ومحدد وهذه واحدة من إسهامات ديكارت الكبيرة في مجال الفلسفة الحديثة لأنه لم يعد بوسع أحد من بعد ديكارت طبعا من العاملين في الشأن الفلسفي والفكري وحتى العلم إن أردتم لم يعد بوسع أحد أن يتجاهل مسألة المنهج من بعد ديكارت وما يفرضه المنهج من شروط وإجراءات وخطوات وحتى محاذير ستعمل على تجنيبه الخطأ والعقم المعرفي والفوضى طبعا حتى يستطيع الوصول في النهاية إلى الحقيقة والمعرفة والغاية المنشودة من وراء بحثه وواقعا لأختم بالقول أنه لو لم يكن لديكارت من مآثر في تاريخ الفلسفة سوى هذه القضية يعني برأي المتواضع والشخصي لكانت كافية ليستحق عن جدارة لقب مؤسس الفلسفة الغربية الحديثة طبعا من دون أن نخفل أو أن ننسى جهود فلاسفة آخرين كبار جدا في مخصة قضية المنهج يعني كمثل فرانسيس بيكل مثلا وآخرين وشكرا وللقاء